العزيزات الأعزاء كان جدد واجب الاحترام لكم جميع عن الاهتمام بقناة مروت المكريم تيفي الجريمة المغربية وكان اعتذر على هذا الغياب اللي هو فوق الطاقة ديالي بحكم المرض وشوية ديال الضغط الضغط طبعا ديال العمل ماشي حاجة واحد اخرى المهم انني رجعت لكم سالم والحمدلله وغادي مدى صفحة واحد اخرى جديدة انصع واحسن وبمحتويات ربما ارقى عندي تصور جديد للقناة وغادي نزيد مواضيع وتخصصات واحد اخرى مختلفة غادي نزيدها لها باش كل واحد فيكم يلقى فيها اللي يبغي ترقبونا وترقبوا الجديد قريبا وقبل ما غادي نتلقوا يعني قبل ما غادي نطلق هذا الجديد غادي نعرضو عليكم باش تبثوا فيه ونعرفوا شنو بغيين بالضبط شنو بغيين نزيدو او ننقصو سمحوا لينا على هذا المدخل وندخل دابل الموضوع هذا الفيديو القصة جديدة وهي ديال ديكس سجين والسيدي العواد بحيار الصيف بالمدينة القديمة ديال فاس وهو عساس ديال باركينج اللي تقتل من اللي كان مشدود في سيجن بوركايز ناحية فاس هاد العساس ديال باركينج مزوج عنده وليدات وهو في ثلاثينات من عمر ديالو كان مشدود على ودش نزاع وقع في حيار الصيف وما كانش تحكم يعني الملف ديالو كان مازال رئيس اما المحكمة البتدائية مازال معروض عليها ومازال ما تناقش ولا صدر فيه اي حكم مش هذا هو موضوع القصة انما الموضوع هو ش نوقع لهاد السجين بالضبط بالحبث ديال بوركايز هاد السجين مات او بالاحراض تقتل والبحث دار في هاد الجريمة وسيسجين واحد اخر معه في الزنزانة هو اللي تقدم او تحالع الوكيل العام بحكمة السينب فاس وتحاكم امام غرفة الجناية البتدائية والتحكم عليه هاد الجريمة غامضة وكاين تضرب بين الرواية الرسمية للحاديث وديك الرواية اللي جوا بها عائلة الضحية خاصة خوه اللي دار خرجات اعلامية في مواقع الكترونية وصفحات التواصل الشمعي ودار فيديوهاته بواجه مكشوف وطالب تعميق البحث في هاد القضية ديال وفاد ديالخوه اللي يرحمه يوسع عليه وسبر ولدته وزوجته وكل افراد العائلة العائلة كتقول باللي الضحية مات مغدور وكتتهم بزاف ديالاطراف وكتشكحتها في نتقي تشرح التببي وماشي الاختصاص ديالنا هاد شيء او ندخلو ونخرجوه شيء حاجه اللي ما عندنا منها تشيح تشيربح كالجهات اللي مسؤولة على هاد شيء لكن هذا ما يمنعنا هاش نوضع المستمعين ومتتبعين ديال القناة في الصورة الإدارة للسجن بوركايز كتقول باللي السجين مات وهي اللي شعرت نيابة العمى فور الوفاة دياله وباللي التحقيق تفتح في شأن اعتداء زميل دياله عليه المفضئ للموت دياله في نفس الليلة اللي تخصمه فيها في الزنزة فين كاينين وعطيت واحد الرواية الرسمية للحديث اللي يوقعها الإدارة قالت باللي الضحية طاح من اللي الدبز هو وصحبه طاح مغمع عليه وجوج موظفين هالجوه المصحة ديال الحبس بس يتلقى العلاج الدروري الفرملي شافوا لكن خطورة الحالة دياله دفعت الإدارة باش تنقله السبيطار الجامعي الحسن تاني في نفس الليلة للأساف الضحية وخد هذا السبيطار خارج مؤسسة الشجنية ووخر جهود اللي بدلها التقم الطبي باش ينقد حياته السيد مات مسكين والجتة دياله تهزات لله مورد مصف الغساني في نفس المدينة باش تشرح بناء انا لأوامر الوكي العام لأمر ايضا متحقيق في ظروف الإصابة دياله وشنو قتله وشكون بالضبط اللي قتله الإدارة ديال السجن كتنفي تورط الموظفين ديالها في تعنيف الضحية وأكد هات في بلغة سمي أن اتهام الأقارب دياله لها الدعاء كادم ما عنده شيء أساس من الصحة لكن العائلة تقول بللي شي نزاعه وقع بين الضحية وجو السحبه في الزنزانة بسبب شي طفاية ديال غارو اللي هي من البلاستيك هذا النزاع حسب العائلة تطور لتبادل الطرق قبل تدخل الموظفين وخوض الضحية قال بللي خوه أدث من الوشاية دياله بالسجناء اللي موجود في الغرفة بداعي أنه أسبق باللغة اللي هو من موظفين بللي كيلعب القمار تمك وهما ربما هزوها في حسيفة كما كيقوله المغربة وهذه الرواية كما حكاها أخذ الضحية كتقول بللي في ذلك اللي لوقع النزاع وبللي المحابسية اللي كيقمروا كانوا كيديروه أو كيديرونجي وخوه وبقية السجناء وطالما احتجع لهم وانهاهم باشي نقصهم من الصدع قبل ما ينعس هذا الباب كشكل احتجاجي منه هذا الاحتجاج مرضى الحبابسي أو الحباس أو اللي معاه صاحبه ودخل معاه فشاناء قبل ما هزو تفيد القارة اللي داروها من قاعة القارة ديال البلاستيك هزوها وضربوا بها وهذه اللي كيقول ضربوا حتى بنيا المتهم المهم طاح مغمى عليه وتهزو خارج الزنزانة خد الضحية كيقول باللي شاف خوف لامارك يعني في سبيتر مشتفى الثاني وبلغ شي جروح وكسور عليه خاصة شي كسر في الجهة الخلفية ديال راسه قال باللي شافه بنفسه والجتة دارت عليها دار عليها تشريح تبي من طرف ثلاثة الأطباء داروا شي تقرير ووزوهلوا كل عام وحددوا السبب ديال الوفاة هاد شي وقع في أكتوبر اللي داز ألفين وعشرين والبحث أصفر عن توجه أسابع الاتهام السيساجين واحد صاحب الضحية وهو اللي تحقق معه وتم الاستماع ليه والحضاش للشاهد من بينهم شي موظفين السيجن والسوجناء كانوا في الزنزانة والميلف تحال الوكيل العام اللي حاله بالدور دياله على قضية تحقيق بالنفس المحكامة قضية تحقيق تابع المتهم جناية ضربه الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه يعني قتلوا ما كانش عندهم نية باش يقتلوا وحال الميلف دياله على غرفة الجناية البجنائية من نفس المحكامة اللي أجلات البث فيه في عدة جلسات قبل ما تحكم أو ما تحكم على السجين المتهم الرئيسي 15 العام للحبس هي العقوبة باش تحكم المتهم وبذلك طوي هاد الميلف دون أتطوى شكوك العائلة فأسبب هاد الوفاة والظروف دياله والحيتيات والأمر كيتطلب باش تفتح تحقيق وحد أخر على الأقل باش يتيقنوا الجهات المسؤولة من ذيك الادعاءات والصحيحة أولا وهذا هو مطمح العائلة واحترى إلى عام شكرا جزيلا اللي تبعتو هالفيديو احترى للخر وإلا كانت شي معلومات وحد أخرى وإضافية تخص هاد الجريمة رجاء تبتوها في تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وشكرا مجددا لكل الأوفياء من متابعينا وإلى لقاء آخر مع قصة أخرى دومتم كذلك والله يفقكم جميعا لما فيه الخير وانتمنى نكون دوما عند حسن الظن ديالكم